أهلا بكم تجري الآن مباراة كلاسيكو الكرة الأردنية بين الفيصلي والوحدات في اللقاء الذي يقام على استادي عمان الدولي في ختام المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب لدور المحترفين وأتشير نتيجة اللقاء إلى تقدم الوحدات على الفيصلي بهدفين نظيفين حيث سجل الهدف الأول اللاعب فهد اليوسف في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول فيما سجل ثاني الأهداف المحترف السنغالي عبدالعزيزين داي حقق فريق الرمثة فوزا ثمينا على نظره الصريح في درب الشمال بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم على استادي الحسن الدولي ضمن المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب لدور المحترفين وأشهدت بداية اللقاء تكافؤا نسبيا بين الفريقين قبل أن يسجل حمزة دردور أول أهداف اللقاء لصالح الرمثة في الدقيقة الخامسة وثلاثين من خلال ركلة ثابتة ليعود ويسجل الهدف الثاني بنفس الطريقة قبل نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني أحرز الصريح هدفه الوحيد عن طريق اللاعب يوسف دودان قبل أن يختتم في الدقيقة التسعين حمزة دردور أهداف اللقاء مسجلا ثالثة أهداف الرمثة بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة حمزة دردور يحرز الهدف الثاني لمصلحة نادي الرمثة يحل برشلون الليل ضيفا ثقيلا على منافسه دي بورتيفو ألافش في اللقاء الذي سيقام على ملعب منديزروزا ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الإسباني لكرة القدم ويدخل برشلون اللقاء وعينه على الانتصار ولا بديل عنه في ظل سعي الفريق الكتالوني بقويا مع برشلون الذي يحتل المركز الثاني عشر أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن شفاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا وأكد يوفنتوس في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر على تعافي كريستيانو رونالدو من عدوى كورونا بعد أن خضع لمسحة أخيرة والتي جاءت سلبية لينهي بذلك فترة العزل التي استمرت تسعة عشر يوما وكان رونالدو قد شكك في الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا بعد هزيمة يوفنتوس أمام برشلون في دور أوروبا حينما كان يشعر اللاعب بصحة جيدة في الوقت الذي ظهرت نتيجته إيجابية هذا ويمثل شفاء رونالدو خبرا سارا للمدرب أندريا بيرلو وذلك بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا أكد المدير الفني لفريق باريس سان جرمان توماس تخيل غياب النجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة لغاية منتصف الشهر المقبل وأكد تخيل قبيل المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة باريس سان جرمان ونانت أن نيمار سيغيب عن هذه المباراة كما أنه لن ينتقل مع الفريق لمواجهة لايبزيج في دور أبطال أوروبا الأربعاء المقبل بالإضافة إلى مباراة رين المقررة في السابع من الشهر المقبل وأضاف تخيل أن نيمار لن يتمكن أيضا من المشاركة مع منتخب بلاده البرازيل في فترة التوقف الدولية ودعى النجم الصربي نوفاك جوغوفتش بطولة فيينا المفتوحة للتنس بعد خسارته في دور الثمانية أمام منافسه الإيطالي لورنزو سونيغو بمجموعتين نظيفتين